بيتكوين فرصة مثالية للاستثمار في العملة على المدى الطويل صحيح مدى طويل كيف ذلك بالضبط هو شوف لو قال مش على المدى الطويل بس هو على المدى الطويل نعم طب عملة غير آمنة قبل قليت حدثنا أنه عملة غير آمنة صحيح صحيح ولكن ولكن 13 سنة من 2009 عملة ما بدأت العملات الرقمية إلى هاللحظة لن يستغنوا عن تاريخها العملات الرقمية حتما لها طريقين إما ستصبح ملك لحكومة وصير لها ضبط أو سيتم استبدالها إلى عملات رقمية أخرى كمان لها ضبط فالمستقبل للعملات الرقمية قادم قادم لا محالة ولكن السؤال هل أنا اليوم أشتري وأنساها سنة أو سنتين ولا بكرة سموصل للقاع هو هون السؤال الحية المستقبل إلنا إلنا لا رايح للعملات الرقمية لاحظ لاحظ اليوم متى أشتري طيب حتى ينزل للقاع القاع المتوقع هي 14 ألف وإذا نزل تحته نزل لل 11 ألف وإذا نزل تحته أربعة آلاف من 67 ألف وإذا نعم لذلك المستثمرين ينادون بدنا ضبط يا شماعة بدنا نحن بنك مركزي يمسك الموضوع بعض الأشخاص أو بعض الجهات نادت أنه والله أنا بدي أدخل بها أنا أدخلت أصلا بالعملات الرقمية مشان إجراءات البنك وخلافه بس فيه أمن فيه طبي يا سيدي الأموال الحالية التي هي تدخل إلى هذا العالم يعني كيف تم آلية التعامل بهذا العالم يعني أنا عندما أضع هذا المبلغ مثلا سين وأكس من المال أين يذهب كيف أخسر هذا المال المال الذي خسرته إلى أين يذهب نعم نعم هي بالأخير بيوعات هو بالأخير تسعير يعني اليوم بفرض البيتكوين بفرض أنا اليوم البيتكوين عندي عشرة بيتكوين سبعة وستين ألف شتريت البيتكوين الواحد يقام ستنية وسبعين ألف طيب اليوم سبعة عشر ألف وأنا عندي عشرة طيب إذا أنا اليوم ما بعت البيتكوين تبعي فأنا اليوم أصبح أصبح رصيدي من ستنية وسبعين ألف إلى مئة وسبعين ألف طيب اليوم لاحظ آخر كم شهر المليارديرية في أمريكا خسروا ما يقارب 1.6 تريليون دولار من محافظهم من حساباتهم البنكية لذلك حتى برميل النفط سيد محمد وأتوصل ب15 سبعة 2008 إلى 147 دولار أعلى مستوى تاريخي هل هذا كان سعره الحقيقي؟ طبعا لا هذا عبارة عن سعر مضاربي فمع الأسف من يشتري العملات الرقمية يتوقع أنها سترتفع ولكن أين النقطة سترتفع لكن مثلا صار في العامل النفسي يدخل نزل بكرة بعد بكرة نزل أكثر وهكذا اضطر للبيع بسعر أقل مما اشترى عليه اشترى أحد آخر حظ الأحد الآخر كان جيد فارتفع لذلك اليوم أكثر 95% من المستثمرين يدخلون بهذا السوق حظا وليس علما ولكن كيف نصدق إذا ما كان هو مسألة حض كيف نصدق تصريحات نفس الرجل الأعمال الأمريكي يقول أن البيتكوين هي أفضل أصول أداء في العالم مقارنة بالذهب والاستثمارات البديلة الأخرى لا 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 لأنه اليوم تظهر الدهب بوضوح الدهب صعد بعنف عم يعمل حركة عرضية 1840 دولار سيصعد إلى 2300 دولار ولكن بعد سنة ومس سنتين اليوم العملات الرقمية البيتكوين 67 ألف صار 17 ألف انحدار عنيف كان بالمئة انحدار عنيف ممكن ينزل للـ 14 ألف وممكن للـ 11 ألف بس للمرة جديدة مستقبلا سيرتفع ولكن من طريقين أنت ما تقول مستقبلا سيرتفع هل هذا نابع من أنه بعد كل انخفاض هناك ارتفاع هلأ هذا أولا هذا أولا ثانيا سيد محمد شئنا أم أبينا نحن رايحين لهذا الموضوع يعني اليوم لاحظ بالسويد يمكن 8% من الشعب السويدي ما معه نقد معه كروت أو حتى معه معه خلص كلمة النقد ستمحى ورق لن يتم حتى بالمعاملات الحكومية 2030 نحن رايحين لعملات رقمية فقط لا غير virtual افتراضي مثل الميتاورس الميتاورس اليوم دخلت على الدنيا مثل ما دخلت البيتكوين بعام 2009 فلذلك عم يصير جس نبط مستحيل يصير الموضوع بشكل سريع شوي شوي مستقبلا حيث حيكون العملات الرقمية ولكن إما بضبطها من دولة أو استبدالها إلى عملات رقمية حقيقية طب هذا الانهيار الآن في سوق العملات الرقمية هل بالتالي يؤثر على النظام العالمي أو النظام المالي يعني الحقيقة برأيي مش كتير لأنه أصلا النظام العالمي اليوم العنوان الرئيسي في انعدام استقاب سيد محمد تتذكر من حوالي ست سبع شهور بلقاء أنا وياك تم قبل الحرب الروسية الأكرانية أننا أننا في أزمة مالية عالمية صارت الحرب الروسية الأكرانية تم الحديث أنها سرعت في الأزمة المالية العالمية كل عشرة إلى خمسة عشر سنة بصير أزمة مالية عالمية الفين وثمانه كان في أزمة مالية عالمية خانقة نحن اليوم بأزمة مالية أكثر ولكن ما عم ما يتم طرحة هالي لبروبوغاندا اليوم الكورونا من يذكر الكورونا اليوم ما بقى أحد يذكر الكورونا فالميديا والإعلام ما عم ما يتم تسليط هذا الأمر لذلك لازم يكون في مقدمات لهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر